هذا وحذرت المفوضية الأوروبية من أن الآثار الاقتصادية لوباء كوفيد 19 ستكون مدمرة بالنسبة لمنطقة اليورو متوقعة ركودا غير مسبوق في عام 2020 وأسوأ مما كان منتظرا في السابق وبحسب توقعات المفوضية سيتراجع إجماليا نتجة داخلية للدول التسعة عشرة في منطقة اليورو بنسبة 8.7% العام الجاري قبل أن يتحسن في 2021 وهي نسبة أسوأ مما كان متوقعا في مطلع ماي إذ كان ينتظر تراجع بنسبة 7.7% فقط